بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله وبياكم وزادكم الله من فضله سوف ندخل بإذن الله اليوم في درس جديد لمادة الهندسة اللي هو مسار علوم الهندسة والحاسب اكتشاف الأخطاء وتصحيحها وإجراء القياسات مفتاح الضغط طبعا تعرفنا على برنامج وتطبيق التينكيركاد الذي يمكننا من تصميم أي والدائرة دون إشراء المكونات الإلكترونية والكهربائية أيضا طبعا هذه المكونات مثل الديودات ومصادر الطاقة والمفاتيح وغيرها بمستشعرات وهكذا كلها سوف نقوم بتصميم دوائر كهربائية باستخدام هذه المكونات اليوم بإذن الله اللي هو باستخدام المفاتيح اللي هي طبعا تعرفنا عليها في الجزء السابق نوعين من المفاتيح هذه التينكيركاد تعرفنا على أنه يمكنه أيضا ماذا؟ أي واحسنتم يمكنه بعد التصميم يقوم بالتجريب والاختبار لكي يتوصل إلى نتائج تحاكي الواقع نبدأ بمراجعة لما سبق في الدرس السابق تعرفنا على المكونات الأساسية في دوائر التينكيركاد ما هو هذا المكون الذي يرمز إلى وما هو الشكل الذي يرمز إلى مفتاح الضغط عندي طبعا في هذه الصورة نوعين من المفاتيح المنزلق والمفتاح الضغط يمثله مفتاح الضغط بارك الله فيكم ما رأيك حول الصحة العبارة التالية علميا تحرفنا على اللي هو لوحة التوصيل دلنا تحتوي المنطقة الرئيسية لوحة توصيل الدوائر على صفين بنفس عدد الأعمداء لها رموز سالبة وموجبة أيها حسنتم إجابة خاطئة ليست المنطقة الرئيسية بارك الله فيكم بل توجد اللي هو الصفين الموجب والسالب وين؟ بارك الله فيكم في الأطراف هذه طبعا اللي هي خاصة بالتوصيلات لمصادر الطاقة أيضا تعرفنا في الدوائر التينكر كاد على الألوان التي تستخدم في عملية التوصيل اللي هو القطب الموجب دائما للتسهيل عادة يرمز له بالرمز في التيار مستمر بارك الله فيكم باللون الأحمر والسالب باللون الأسود كذلك تعرفنا على أن هذا التطبيق يمكنه تدوير لأي مكون أو أي عنصر في هذه التطبيق كيف أستطيع أن يدوره 90 درجة باتجاه عقارب الساعة أحسنتم نقوم بضغطه ثلاث مرات أيضا تعرفنا على طرف الدايود المشعل الضول له طرفين أحدهما منحني له إنحناء هذا الإنحناء هل هو يمثل القطب السالب؟ بارك الله فيكم إذن عبارة خاطئة بل يمثل القطب الموجب أيضا عندما قمنا بتوصيل الدايود في دائرة الدايود المشعل الضوء قمنا بتوصيله بمصدر الجهد لاحظنا عندما زدنا الجهد إلى ثلاثة فولت ماذا ظهر على الدايود؟ الدايود أي وظهر عليه نجمة هذه النجمة تشير إلى هل تشير إلى أن الدايود يضيء؟ بارك الله فيكم إجابة خاطئة فعلا تشير إلى أن أحسنتم أن الدايود أيش حدث له تلف ويجب ماذا؟ أي وعادة اللي هو التغيير الجهد الكهربائي أو نضيف مكون مثل ما قمنا بإضافة المقاومات عند الانتهاء من تصميم دائرة نضغط على زر المحاكاة لكي تعمل الدائرة الكهربائية بالشكل المطلوب نعم إذن عندما نقوم بالانتهاء من التصميم علشان أعرف أنا نتائجي وأتوصل إلى قراءات أقوم بعملية بارك الله فيكم اللي هو زر المحاكاة والضغط على زر المحاكاة إذن هذه الوحدة الرابعة محاكاة الدوائر الإلكترونية باستخدام دوائر التنكيكات تنقسم إلى أي ودرسين الدرس الأول تصميم ومحاكاة الدوائر الإلكترونية دخلنا على الجزء الثاني في هذه الوحدة اكتشاف الأخطاء والتصحيحة وإجراء القياسات سوف نتعرف على إيش الجزء الأول مفتاح الضغط إذن سوف نتعرف على مفتاح الضغط وكيفية أيضا عمله كيفية توصيله أيضا سوف نصمم دائرة نتعرف على طريقة تصميم دائرة بمصدر طاقة ودايود مشعل الضوم بمفتاح باستخدام أي تطبيق أي والتنكيكات بارك الله فيكم نبدأ طبعا اللي هو بالبوش بوتون المفتاح الضغط ما هي وظيفته مفتاح مفتاح كهربائي إذن يقوم بعملية ماذا؟ يوضع في الدوائر حسنتم الكهربائية والإلكترونية إذن يقوم بعملية بارك الله فيكم إذن هو يعتبر موصل هذا الموصل في وقت ما يقوم بالتشغيل وفي وقت ما يقوم بالأغلاق هذه الدائرة بارك الله فيكم وبالتالي يعتبر مفتاح وموصل أي ومؤقت بحسنتم إذن يعمل كمؤصل مؤقت بين نقطتين في الدائرة من وين أجد هذا اللي ومفتاح الضغط نتذكر مع بعض في دوائر التنكيكات نجده أحسنتم في المكونات الأساسية هل هي موجودة وين؟ هل هي في الشريط العلوي؟ بارك الله فيكم في الشريط الأيمن يوجد عندي المكونات الأساسية إذا ضغطنا عليها تظهر لنا ماذا؟ أي و هذه المكونات ثم نسحب اللي هو البوش بوتن بارك الله فيكم مفتاح الضغط ما هو تركيبه؟ مفتاح الضغط تركيبه؟ راح نتعرف عليه من خلال الرسم هنا إذن عندنا هنا أي و مفتاح الضغط هنا من الطرف الأعلى نلاحظ أنه يحتوي في الوسط على ماذا؟ أي و بارك الله فيكم على دائرة كبيرة إذن دائرة كبيرة طبعا عندما نضغطها تقوم بغلق الدائرة وإذا ضغطناها تقوم بفتح الدائرة إذن ضغطها إيش تقوم بعملية ماذا؟ غلق وفتح الدائرة الكهربائية أيضا يوجد نقاط معدنية إذا موصلات معدنية أين موجودة؟ أحسنتم في الزوايا اللي هو المفتاح الضغط إذا موجودة ليست في الوسط بل بارك الله فيكم في الزوايا كم عندي؟ أحسنتم أربع موصلات هذه الموصلات طبعا لها إيش؟ وهي التي نوصل بها نقاط توصيل المكون بالمفتاح الضغط نشوفها في التفصيل في تصميم الدائرة إذن تركيبه قلنا بارك الله فيكم دائرة أيوة كبيرة في الوسط وأيضا عندنا ماذا؟ أيوة أربع موصلات هذه الموصلات في الزوايا إذن نعيد تركيب المفتاح الضغط يتركب من ماذا؟ أحسنتم دائرة كبيرة في المنتصف هذه الدائرة أيوة تستطيع إغلاق الدائرة عند الضغط عليها أيضا يوجد بارك الله فيكم أربع موصلات موجودة في زوايا المفتاح هذا عندما نراه من خلال أيش الجهة العلوية طيب عندما نقلب هذا اللي هو المفتاح الضغط عندما نقلبه ماذا نلاحظ؟ يظهر لنا أيوة هذا اللي هو الجانب السفلي للمفتاح وهذا هو الجانب من العلوي للمفتاح نلاحظ هنا عندنا هذه النقاط تتصل في ماذا؟ أيوة قلنا موصلات إذن كل نقطتين تتصل بسلك واحد أو سلكين مثل ما هو وضع في الرسم؟ أحسنتم بموصل واحد وسلك واحد هذا السلك وهذا الموصل موجود في الوسط أم على الجوانب؟ بارك الله فيكم على جانب المفتاح إذن عندنا الجانب السفلي المفتاح يحتوي على ماذا؟ أحسنتم الموصلات موجودة على جانب أبارك الله فيكم الأيمن والأيسر طبعا هنا كل جانب يحتوي على كم سلك؟ هل هي أربعة سلاك؟ بارك الله فيكم إذن كل جانب يحتوي على سلك واحد في مين هنا من ناحية من الجانب السفلي للمفتاح؟ إذن في الجانب السفلي المفتاح عندنا أيوة موصلات على الجانبين الأيمن والأيسر صحيح يوجد عبارة عن إيش هذه الموصلات؟ كم سلك؟ أيوة كل جانب بارك الله فيكم يحتوي على سلك واحد طيب نلاحظ صورة لمفتاح الضغط من الأمام عندنا ملاحظة مفتاح الضغط من الأمام يوجد في الأعلى ماذا؟ أيوة بارك الله فيكم إذن يوجد أعلى السلكين ضاغط هذا الضغط مثبت بأعلى السلكين طبعاً لحظ هنا في الرسمة أنه هنا إذا كان هذا يمر بالتيار الكهربائي اللي هو مرور التيار الكهربائي هل يسمح بمرور التيار الكهربائي في هذا الشكل؟ بارك الله فيكم لا يسمح بمرور التيار الكهربائي لن يوجد إيش نقطة أيوة عدم التلامس كيف أنا أسمح بمرور التيار؟ أيوة بارك الله فيكم أضغط الضغط فإيش يحدث ماذا؟ مرور للتيار الكهربائي إذن نعيدها عند ملاحظة مفتاح الضغط من الأمام نلاحظ أنه مثبت في أعلى إيش؟ بارك الله فيكم مثبت في أعلى السلكين بضاغط هنا عندنا تعرفنا على الجانب السفلي وهنا قلنا إيش؟ مفتاح الضغط من الأمام الإشارة هذه تدل على ماذا؟ أي والتيار الكهربائي إذن هنا مفتاح الضغط من الأمام والتيار الكهربائي. كيف يمر التيار الكهربائي عبر المفتاح ومتى لا يمر؟ عندي لاحظ في حالة هل يمر الطيار الكهربائي؟ أيها بارك الله فيكم هنا يوجد أي ونقاط غير متلامسة إذن هنا لا يسمح بمرور الطيار الكهربائي في هذه الحالة التي تمثل حالة الأولى كيف أنا أغلق الدائرة وأسمح بمرور الطيار الكهربائي؟ أحسنتم أضغط على المفتاح ماذا يحدث عندما نضغط؟ بارك الله فيكم إذن يحدث هنا نقطة تلامس وبالتالي سوف تنغلق الدائرة الكهربائية ويسمح بمرور الطيار إذن نعيد عندنا هنا لا يمكن للطيار بالمرور متى؟ أيها في الحالة أحسنتم الأولى هنا الحالة الأولى مفتاح الضغط وين يقع؟ أيها يقع أعلى الأسلاك ولا إيش؟ يوجد ماذا هنا؟ فجوة إذن لا يوجد نقطة تلامس كيف أنا أغلق الدائرة؟ بارك الله فيكم أضغط على مفتاح الضغط فتنغلق مين؟ الدائرة الكهربائية هنا عندي ينغلق الغالق فيسمح بمرور الطيار كيف يمر الطيار؟ أي من أحد الجوانب إلى الجانب الآخر عندي ملاحظات هامة يجب مراعاتها عند توصيل المفتاح بالمكونات في الدائرة يجب عندنا هنا في ملاحظة نلاحظ هنا في الصورة هنا عندنا هل مر تيار كهربائي؟ نعم مر تيار كهربائي ما عنا المفتاح؟ أيها لم ينضغط إذن هذه الحالة يجب أن نراعيها بحيث لا يحدث مرور للتيار رغم عدم إغلاق الدائرة كيف؟ هنا عندي الموصلات الأربعة يجب عند توصيل المفتاح بأي مكون أني أوصل هذه النقاط مع بعض؟ لا إذن يجب أن أبتعد عن النقاط التي تخص السلك الواحد والموصل الواحد إذن فقط إما أني أوصل هذه النقطة إذن أختار مين؟ أي والنقطة المقابلة لها بارك الله فيكم أو إذا اخترت هذه النقطة أختار مين؟ أي والنقطة التي تمثل القطر في الجهتين المتحاكسة لكي لا يحدث ماذا؟ أي والتي تتامس وتتصل النقاط الموصلة بي بارك الله فيكم بسلك واحد إذن يجب عدم توصيل الدائرة إلى نهاية أحسنتم سلك واحد من المفتاح لماذا؟ لأن عندما قوم بتوصيل الدائرة بسلك واحد من المفتاح ماذا سوف يحدث؟ بارك الله فيكم سيمر تيار كهربائي رغمه أحسنتم عدم الضغط على المفتاح وأنا أريد فقط أن يمر تيار كهربائي فقط في حالة أي والضغط على المفتاح إذن ما هي الطريقة الصحيحة للتوصيل؟ بارك الله فيكم يكون في جهتي قطرين متعاكسين أو في جانبين متقابلين الممتاز بحيث تكون كل نقطة تخص ماذا؟ سلك واحد ولا تخص لماذا هنا عندي ولا تكون؟ أيوة إذن كل نقطة تخص سلك مختلف إذن هنا سلك وهنا أيضا سلك آخر إذن توصيل الأطراف قلنا المتقابلة مثل هذا الشكل أيضا توصيل الأطراف المتعاكسة قطريا مثل ما هنا واضح في الشكل في هذه الحالة لا يمر تيار كهربائي إلا عنده أحسنتم إغلاق الدائرة أي ضغط المفتاح للجزء الأخير في درسنا كيف أصمم دائرة دايود ومصدر طاقة ومفتاح ضغط باستخدام دوائر التنكر كارد طبعا راح إيش هنا عندي سنراجع مع بعض طريقة تصميم دائرة أيوة اللي هي دائرة مين؟ الدايود المشيع للضوء عند المساحة العمل سحبنا ماذا؟ هاي ورحنا لمدوات مكونات قبنا بسحب أيوة لوحة توصيل بارك الله فيكم طبعا سوف نسحبه ونضعه وين في ساحة العمل إذا كان غير موسط نضغط المربع ثم بعد ذلك سوف إيش طبعا نتذكر مع بعض إنه عبارة عن عدد من الأعمدة وفي الأطراف موصلات الخاصة بالتيار ومصدر الطاقة سوف نصل قلنا الدائرات هنا إيش؟ أيوة الدايود إذن لا رح نسحب ماذا؟ بارك الله فيكم الدايود نتذكر مع بعض قلنا يجب أن تقع أطرافه أحسنتم في الفتحات الموجودة في اللوح هنا مثلا في ثلاثة وأربعة هنا طبعا إذا رأت تغيير لونه هذه لوحة المعاينة أستطيع أن يتغيير لونه من خلال السهم ويظهر لعدد من الألوان وأيضا أستطيع تغيير أيوة بارك الله فيكم الاسم الخاص بالدايود طبعا هذه الدائرة تحتوي على أيوة مصدر لا يجب أن يكون فيها مصدر للتيار كهربائي قلنا دائما أفضل في التوصيل نضع البطارية أيوة بمحاذاة أحسنتم اللي هي لوحة توصيل ثم نقوم بعملية التدوير لكي تكون أيوة بارك الله فيكم عملية التوصيل أنظم كيف نقوم بعملية التدوير نضغط على البطارية ثم أيوة نضغط إشارة تدوير ثلاث مرات نوصل القطب الموجب أيوة بي السالب بالسالب والموجب الموجب يدل على أن جميع الفتحات الموجودة في هذا الصف كلها أيوة مرفية تيار موجب قلنا الموجب دائما اللي هو أحمر والسالب نرمز لها ويكون لونه للترتيب والتنظيم في التيار مستمر أسود أقدر أني قلنا إذا استطعنا تحريكه بسهولة في هذه اللي هو موصل عن طريق فقط الضغط ثم توجيهه إلى المكان المناسب عندما أريد أوصله إذا يجب أن أوصله بالمصدر إذن هذا الكاثود يتصل بالقطب أيوة السالب بارك الله فيكم واللي هو له إنحناء اللي هو الأنود والمسعد سوف يتصل أحسنتم بالطراف الموجب ويكون إشارته هنا باللون الأحمر لكي نختبره عندما يضيء ويظهر لي باللون الفاتح فإن يقوم بعملية ماذا أيوة أتأكد أن هنا عملية التوصيل فيها أيوة صحيحة كيف نقوم بعملية الاختبار أيوة يجب أن يظهر باللون الفاتح ضغط على أحسنتم اللي هو المحاكة عندما نضغط على المحاكة فإذا ظهر أنه يضيء معناه أن الدائرة التي صممتها تعتبر أحسنتم صحيحة إذن هنا ظهرت أيوة هذا اللي هو التصميم من دائرة الدائرة كيف أضيف لها مفتاح الضغط نتعرف كيف نضيف لها مفتاح الضغط من خلال الصورة أيوة أحسنتم إذن نسحب مفتاح الضغط من المكونات ونضعه مثلاً إذا كان هنا موجود في أيوة العمود الثالث إذن نضعه نفس العمود الثالث لكن سوف نضعه بما أنه مكان هنا صغير إذن سوف نضعه في ال-F وال-E إذن في الطرف الثاني هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية يجب عندي ماذا بما أني هنا ضفت مكون يجب إيش إعادة توصيله أحسنتم إذن هنا يجب أني أقوم بعملية إعادة توصيل الموصلات إذن راح نضغط على ماذا على السلك ونقوم بإعادة توصيله كيف أحذفه بارك الله فيكم عندما يظهر إشارة زرقاء حوله أقوم بعملية ماذا أي والحذف إما بالدليت أو بسلة المهملات فينحذف السلك الخطوة اللي بعد ذلك خلصنا هنا من عملية إذن يريد ماذا هنا نقل بما أن هنا اللي هو مفتاح الضغط موجود في الطرف الآخر إذن سوف ننقل أي والقطب السلك الذي يتصل بالقطب الموجب في الطرف الآخر للوحة توصيل كيف نقوم بعملية نقله أي وأضغط على السلك فيظهر لي إشارة زرقاء ثم في نهايته عندما تظهر لي نقطة بيضاء مثل ما هو واضح أقوم بعملية ماذا نقله إلى أي والجانب الآخر من لوحة توصيل مثل ما هو واضح بالصورة الخطة طبعا اللي بعد ذلك سوف نقوم بعملية ماذا توصيل مين أي وا أحسنتم توصيل الدايود حيث هنا القطب الموجب يجب توصيله ب بارك الله فيكم بالقطب الموجب إذن قمنا بعملية توصيل الدايود بالقطب الموجب بمصدر للتيار الكهربائي كيف أختبر دائرتي أحسنتم أقوم بعملية المحاكاة إذن هنا قمنا بتصميم دائرة تحتوي على ماذا أي والدايود مشع للضوء ومصدر طاقة ومفتاح للضغط تطبيقات يعمل كموصل مؤقت بين النقطتين في الدائرة تعرفنا عليه أحسنتم مفتاح الضغط علل عدم توصيل الدائرة إلى نهاية سلك واحد في جانب واحد من مفتاح الضغط لماذا لأن إذا وصلتم لنفس السلك راح ماذا أيها بارك الله فيكم سوف يسمح بمرور التيار كهربائي رغم عدم أحسنتم اللي هو ضغط على المفتاح هل صحيح العبارة مخاطئة يحتوي المفتاح على موصل كبير في المنتصف وأربع دوائر توجد في الزوايا أحسنتم إذن في المنتصف يوجد ماذا ليس موصل بل بارك الله فيكم دائرة كبيرة وفي الزوايا يوجد ماذا أحسنتم اللي هو الأربع موصلات الموصلات على الجانبين الأيمن والأيسر عبارة عن هل هي أربع أسلاك حيث يوجد سلكين في كل جانب عندما قمنا بقلب في الجهة السفلة بارك الله فيكم إذن عبارة خاطئة فقط عندنا أي والسلك واحد في كل جانب من جوانب المفتاح عند الضغط على مفتاح الضغط يتم إغلاق الدائرة فيمر التيار من جانب المفتاح إلى الجانب الآخر إذن متى تنغلق الدائرة أحسنتم عنده الضغط على مفتاح الضغط وكيف يمر التيار بارك الله فيكم من جانب المفتاح إلى الجانب الآخر إذن عبارة صحيحة إذن في درسنا لهذا اليوم تعرفنا على أي ومفتاح الضغط تركيبه وما هو استخدامه أيضا تعرفت على طريقة وطرق التوصيل الصحيح لمفتاح الضغط كذلك تعرفنا على كيف أصمم دائرة الدايود ومفتاح للضغط نكون هنا وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم لاستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته